بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن أتقدم بالتعازي للشعب الإيراني الشقيق في وفاة سيد رئيس الجمهورية وزمير وزير الخارجية والوفد المرافق لهم إثر الحادث الذي تعرضوا له يوم أمس نسأل الله تعالى لهم المغفرة في البداية أود أن أرحب بكم اليوم بمناسبة انعقاد النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي تحت شعار المنافسة الاستراتيجية التعقيدات الناتجة عن الاعتماد المتبادل نلتقي مجددا في الدوحة لنبحث التحديات الأمنية التي تواجه العالم وننظر في تفاصيل الواقع الأمني العالمي بموضوعية وما فيه من مخاطر وسبل تحييدها وما فيه من فرص يمكننا اقتنامها سيدات والسادة في عالمنا الذي شهدت تحولات كبيرة في السنوات القليلة الماضية نرى الأزمات والصراعات تتوالى وتهدد بشكل غير مسبوق الأمن والسلم العالميين فمن الحروب والصراعات العسكرية والهجمات السبرانية وتوسع أعمال التجسس والقرصن الرقمية إلى الكوارث البيئية والأزمات الإنسانية وموجات الهجرة الجماعية تصاعدت توترات الجيوسياسية بين مختلف القوى في أنحاء العالم وصولا إلى عودة خطر امتشار الأسلحة النووية والحروب الجديدة بأسلحتها غير التقليدية وكلها تحديات ستتجاوز في آثارها الكارثية الحدود الوطنية والإقليمية بل وتتجاوز ميادين المعارك إلى الفضاءات الإلكترونية ومع ظهور مراكز نفوذ متعددة ومتنافسة فإن الصراعات الجديدة والحروب غير التقليدية بين القوى العظمى تعرض النظام الدولي لخطر حقيقي فعلى سبيل المثال للحصر الحرب في أوكرانيا التي هزت أسواق الطاقة العالمية وتسببت في تراجع الأمن الغذائي على نطاق واسع وأزمة الدولة المركزية في أفريقيا والتي تتداعى آثارها في السودان ومحيطها والاستقطابات السياسية في الأمريكتين والتصعيد بين الولايات المتحدة والصين مع تداعياته على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية وإذا كانت القائمة السابقة لا تكفي فإن منطقتنا تواجه العديد من المخاوف الأمنية مع التساع نطاق الصراعات الإقليمية الأهلية والبينية تعيش اليوم في ظل تصعيد مستمر ومتصاعد يهدد أمن المنطقة والعالم فالحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة حصدت ولا زالت تحصد آلاف الأرواح ويتفاقم كل يوم حجم المأساة الإنسانية هناك مما يستلزم تكثيف الجهود الدولية سواء تلك المعنية بإنهاء الصراع أو الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات لقد أثبت التاريخ لنا بأن كلفة أي احتلال وتابعاته يكونان دائما أكبر من أي مردود متوقع للمحتر فإن سياسات الاحتلال والتهجير القصري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية لأي صراع بل كانت وقودا لاستمرار العنف والتساع رقعته الحضور الكرام إن أي صراع يشتد ويتفاقم تتفاقم معه تبعات الإنسانية المتراكمة وعلى رأسها موجات اللاجئين والهجرة غير الشرعية التي يقودها الفقر الناتج عن فشل الدولة وانهيار الهياكل السياسية والتطرف الذي تعزز حالة اليأس وفقدان الأمل في مستقبل أفضل ولأي كارثة إنسانية تأثيرها على سلاسل التوريد العالمية كما حدث نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وهو ما نشهده حاليا في البحر الأحمر نتيجة للحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وبالفعل نشهد اليوم تمدد هذه الحرب نحو مناطق أخرى في الإقليم حيث تمددت المواجهات حتى وصلت إلى البحر الأحمر وشملت مواجهات مباشرة بين إيران وإسرائيل مع تصاعد خطر المواجهات على الحدود الجنوبية في لبنان ناهيك عما يخلفه هذا التصعيد الخطير من تعزيز السردية التطرف التي تنخر في كيانات الكثير من دول المنطقة سيدات والسادة وسط هذه الصورة القاتمة للوضع الإقليمي والعالمي بدلت دولة قطر كامل جودها للمساهمة بدور حيوي في تعزيز السلم والأمن العالميين عبر جهود الوساطة وفض النزاعات وينعاش الاقتصاد العالمي وإعادة بناء ما دمرته الحروب والأوبئة ففي عالم تعصف به الأزمات بات العمل المشترك مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى وفي هذا الإطار تستند سياستنا الخارجية إلى مبدأ التعاون في مواجهة التحديات المشتركة ويعتبر تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف جزءا لا يتجزأ من سياستنا الخارجية كما امتدت جهودنا التنموية والإنسانية ليشد الدول حاجة من خلال تقديم المساعدات لبناء القدرة على الصمود وتعزيز قدرات الدولة المؤسسية في مختلف القطاعات وفي سبيل تعزيز السلم والأمن العالميين أصبحت جهود الوساطة وفض النزاع أحد الركائز الأساسية لسياستنا الخارجية وبفضل هذا النهج استطاعت دولة قطر أن تتوصل إلى عدة هدن واتفاقيات من شأنها التخفيف من حدة النزاعات والتوصل لحلول سلمية لها ولم تقتصر هذه الجهود على منطقتنا في حسب بل امتدت لتشمل الوساطة بين روسيا وأوكرانيا للمشم الأطفال المتأثرين بالحرب مع ذويهم وبين ذنزولا والولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك من الوساطات التي تجري حاليا وفي ذات الوقت الذي نستمر فيه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس إن التزامنا في قطر بالعمل على منع انهيار السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وتوظيف الدولواسية لحل النزاعات بالوسائل السلمية ليس مجرد التزام سياسي بل هو التزام أخلاقي ينبع من مسؤوليتنا الجماعية تجاه النهوض بالشعوب الأكثر ضعفا ونشر الأمن والاستقرار العالميين الحضور الكرام من المهم أن نلتقي في هذا المنتدى وغيره من فضاءات الحوار لنبحث عن حلول خلاقة لمشاكل عالمنا ولكن الأهم هو أن نتوافق على حلول أخلاقية تعكس إنسانيتنا وإيماننا بالمبادئ التي توافقنا عليها في المجتمع الدولي حلولاً حلولاً تطبق المبادئ نفسها علينا جميعاً دون تمييز في ظل إيمان بأن الإنسان هو الإنسان وأن رفع المعاناة عنه لا يجب أن تكون رهينة لاعتبارات سياسية أو أن تحدد الأولويات فيها عبر النظر في عرق من يعاني أو انتماءاته الوطنية محبط ومؤلم كم الأزمات والتحديات التي تعصف بنا ومعظمها من صنع أيدينا ولكننا في قطر تعلمنا أن الفجر يشرق من صدر الضلال كلنا ثقة بقدرة شعوبنا على تخطي التحديات التي تواجهنا ونؤمن بأن النوايا الحسنة والضمائر الحية والإرادة الإنسانية هي من سينتصر في معركة الحياة وتمنياتي لكم بنقاشات مثمرة خلال اليومين القادمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا